تحلياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش الرياضي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم خميس نقاش الرياضي اللي بيجي عبر قناة سيلفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى واللي هدفها نحكي رأينا أمرات ممكن أطرح أفكار مجنونة زي فكرة اليوم فتحملوني وفكروا معي أفكار مجنون قبل فترة أكثر من مباراة صارت أول خمس دقائق تدقالك بطاقة حمراء لفريق أول عشر دقائق بطاقة حمراء لفريق وبعدها الفريق اللي ناقص عدديا تسعين دقيقة صعب يقاوم واللي بيصيب نهايتها إنه بالأخير حيخسر والمباراة حتطلع مملة وكل شيء بيروح بطريقة مش منطقية وبعض الأحيان إحنا حد عشر لاعب بنكون العشرة ملتزمين ودعم اللاعبين بتصرف تصرف أحمق وبينطرد فإحنا مندفع ثمن الفريق كامل والمدرب والنادي والجماهير ثمن تصرف لعب أحمق وجد نظري هون إنه يا أخي طب إحنا بنحضر الكرة تسلة وفيها طرد والطرد بعد خمس أخطاء يعني حتى وبعد ستة بعض الأحيان ولكن رغم ذلك ما بيسمحوا بالنقص العددي في اللعبة فأنا فكرتي هون شو لو إيجينا طبقنا قانون كرة تسلة في الطرد على كرة القدم مع بعض التعديلات يعني الفريق اللي بنتند له لاعب مثلا بالشوتر أول بقدر يعمل تبديل بداله شو يعني تبديل؟ انت عندك كرة القدم ثلاث تبديلات أو أربع تبديلات حسب البطولة وحسب النظام المطبق لما يكون عندك تبديل إضافي انت ببساطة بتطلع لاعب وبتنزل لاعب تخسر تبديل لما يكون عندك ضايل تبديلات وانطرد لك لاعب بتنزل لاعب بداله وبتخسر التبديل وهذه عقوبة فعلا للفريق لأنه المدرب عم بيخسر خيار تكتيكي هذا أولا اللاعب اللي انطرد احرمه من المباراة البعدها أوكي عاقبه ماليا أوكي بس ما تظلم المباراة وما تظلم الفريق وما تخليها تصير عشرة الآن انطرد لاعب ثاني ولسه عندي تبديل بنزله أيضا تمام بس والله انطرد لاعب ومعنديش تبديلات وبالعادي هادي بتصير وينت؟ اخر ربع ساعة وعشر دقيقة باللقاء بصير كويس الموضوع انه فريق يحاول يلعب ربع ساعة بعشر لعبين أوكي بس ما يلعب 85 دقيقة فلو انه خلصت التبديلات وانطرد للاعب اذا انا بدفع الثمن اذا هنا بدفع الفريق الثمن لانه انا خلصت تبديلاتي غيرت يعني حتى الطاقة بالفريق فتمام ممكن اتحمل دقائق بس ما تجي تلعبني 80 دقيقة و70 دقيقة و60 دقيقة وانا ناقص عدديا وهذا الشي حيرجع المباراة لورا ويخسرنا كثير مباراة كثير مباراة حلوة في كرة القدم كنا متوقعينها خربت نتيجة طرد مبكر فرق انهارت نتيجة طرد مبكر وممكن التصرف يطلع ايضا غير منطقي من اللاعب ويدفع ثمنه كل زملاء وجمهور هي فكرة بما انه فينجر عم بيفكر الان بالتسلل ويغير التسلل وانا شوي حاسس انه رح يصير هذا النظام تابعه وبدو يستخدم شيء بيشبه انه حتى تقنية خط المرمى يعني اللاعب عشان يكون بتسلل لازم يكون تجاوز الخط تماما بجسمه وهذا يعني منطق اعتقد حيفيد الكرة القدم بس خلينا نفكر بشئ مجنون اخر شو يعني لو صار الطرد في كرة القدم بيشبه طرد كرة السلة وهذا شي ما رح يؤدي للعنف للعلم لانه اللاعب هيك هيضله يتعاقب واللاعب هيك هيضله ينتقد وبالعكس هيهدده لانه لما ينترد وينزل بداله قلب دفاعه ويلعب احسن منه مثلا لو كان مدافع ممكن ياخد مكانه مع الزمن فما اعتقد حيزيد العنف ما اعتقد حيخلي كرة القدم مش عادلة بالعكس حيخليها منطقية اكثر هذي وجهة نظري بدي اسمع وجهة نظركم بهذه الفكرة اللي بذكركم انها مجرد هلوسات والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة